أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تعزيز دول صندوق تحيا مصر باعتباره مكملا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة ودعم الفئة الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معاشاتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية وذلك بالشاركة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع الخاص ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية اللواء محمد أمين حيث صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط صندوق تحيا مصر والدور الذي يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي وأضف متحدث الرئاسة أنه تم عرض مجمل مساهمات الصندوق خلال الفترة الماضية وما يقدمه من خدمات للمواطنين في جميع أنحاء مصر وتم في هذا الإطار الإشارة إلى العديد من الأنشطة التي قام بها الصندوق ومن بينها دعم الأسر الأولى بالرعاية والأيتام ودو الهمم بالإضافة لتنظيم قوافل للحماية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وتوفير المواد الغذائية والكساء والمستلزمات المعاشية المتنوعة للمستفيدين من خدمات الصندوق قال رئيس الأوكراني فلوديمير زلنسكي إن ألمانيا وأوكرانيا اتفقت على توريد أنظمة صاروخية إضافية للدفاع الجوي من طراز باتريوت إلى كييف وأجهز النسكي الشكر إلى المستشار الألماني أولف شولتس مضيفا أن هذه النقطة أو الخطوة ستقرب أوكرانيا من إنشاء درع جوي متكامل حيث سيساعد ذلك في الدفاع عن السكان والمدن والقرى وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا يحضر بعض الاستثمارات الأمريكية الجديدة في الصين أو في التقنيات الحساسة مثل الرقائق الإلكترونية كما سيفرض متطلبة بإخطار الحكومة في حل الاستثمار في قطاعات تكنولوجية أخرى يأتي ذلك في الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة حظرا على الاستثمارات الخارجية للشركات الأمريكية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة خصوصا الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية في بعض البلدان وفي مقدمتها الصين وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت الصين عن أن الإجراءات الأمريكية الجديدة لتقييد الاستثمار في التكنولوجيا الصينية تعطل أمن سلاسل الإمداد العالمية وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن الأمر التنفيذي لرئيس الأمريكي جو بايدن ينحرف عن اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة كما يؤثر على قرارات التشغيل العادية للشركات ويضر بنظام التجارة الدولية يأتي ذلك فيما أوضح متحدث باسم السفارة الصينية في العاصمة الأمريكية واشنطن ليو بينجيو أن الصين تشعر بخيبة أمل بعد القيود الأمريكية على الاستثمار ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن رئيس البلاد كيم جونج أون أقال رئيس الأركان العام للجيش باكسو إيل ودعا إلى مزيد من الاستعدادات لاحتمال نشوب حرب وحث على زيادة إنتاج الأسلحة والتوسع في التدريبات العسكرية وخلال اجتماعه مع قيادة الحزب الحاكم أوجه كيم جونج أون بإجراء مناورات حربية من أجل تجريب الأسلحة الجديدة لقي ستة أشخاص على الأقل لمسرعهم في حارق غابات نكتاحة مساحات في جزيرة ماوي الواقعة ضمن أرخبي الهواء وفق ما أفد مسؤول محلي وقالت رئيسة الشرط السلطة المحلية في مقاطعة ناوي إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة مضيفا عن الحصيلة أولية يأتي ذلك فيما أعلنت مساعدة الرئيس التنفيذية لولاية هواي حالة الطوارئ قال رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو إن الأزمة في النيجر تشكل تهديداً ومودياً للمجموعة الاقتصادية للدول غرب أفريقيا إكواس وذلك قبل قمة يعقدها التكاتل الإقليمي في ناجيريا لبحث الأزمة في منطقة الساحل وأضف رئيس غينيا بيساو أن الوضع تمر به إيكواس مثير للقلق ومشيراً إلى أن هذه المنظمة كانت حتى الآن الأكثر أماناً والأقوى في القارة بأكملها لكن ما يتم حالياً يجعلها عرضة للاختفاء رياضياً تأهل الهلال السعودية إلى المباراة النهائية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بعد فوزيه على مواطنه الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور نصف النهائية من المسابقة المقامة في السعودية كما صعد نصر السعودي إلى المباراة النهائية من بطولة ذاتها وذلك بعد تغلبه على الشرطة العراقية بهدف نظيف ليلتق النصر مع الهلال في النهائي